صباح الهنة مش عارفة تساوي العيش لا في الفرن ولا على الطاصة ومش بيرتفع معاك ولا يقب ودايما مبلط والرقل اللي تحت طخينة والرقل اللي فوق رؤيقة في الفيديو ده حخليك تعمليه وانت مغمضة وناجح معاك 100% اهم حاجة اتبع كل خطوة ومعلومة جو الفيديو وما تنسوش تدعموا الفيديو باللايك عشان يوصل لعدد كبير من الناس ودعواتكم الحلوة لكل مريض على وجه الارض والبنت ايا لانها مريضة شوية نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الطريق هاتي لي امر نص كيلو من الدقيق 4 كبايات 500 جرام اللي هو الدقيق العادي متعدد الاغراض نجيف عليه معلقة كبيرة من الخميرة الفورية معلقة كبيرة من السكر ربع معلقة صغيرة من الملح نجيهم تقليبة حلوة كده ونعمل حفرة في النص هجيف كباية من الميا 250 ملي ميا عادية من الحنفية ولو حبت دفيها شوية مفيش مشكلة الميا بنضيفها بالتدريق وعلى حسب الديق ما يحتاج معايا لان كل نوع ديق بيختلف عن التاني في السوائل العيش عشان ينجح معاك ويرتفع في الطاصة او في الفرن لازم يتخدم كويس جدا يعني امر بنشغل مادة الجلوتين اللي في العجينة بنرب ليها عرق وتلاقيها كده بتمط معاك زي الأسدك اول ما تعجين العجينة شوية كده زوجي معلقتين كبار من الزيت معلقتين كبار بس فايدت المعلقتين الزيت ان هما بيتطروا معايا العجينة وبينعموها ولو بتعجين العجينة على ايديك يمدة ما تقلش عن عشر دقاي ولو تعبت من العجن لان العجن على اليد بيكون متعب شوية ريحي العجينة من وقت اللي التاني وبعد كده كملي عجل كمية الميا اللي اخدتها العجينة 300 ملي بما يعادي الكباية وربع خدمت العجينة باسم الله ما شاء الله وشايفين سطحها ناعم حبتجي اجيب الطبق وادينه دهنة حلوة من الزيت وحط العجينة في قلبي وادينها دهنة حلوة واغطيها بكيسة وبعد كده فوطة وحطها في مكان دافل حتى ما تخمر معا لكن انا حخمرها على بخار مائي في فرن البتجاز اول حاجة الفرن بيكون ماضفي مش مولع وبحط الطبق على الشبكة اللي في النص وبحط طبق تحت الشبكة وبسخن ميا في الكتل وبفضل ميا والبخار اللي طالع ده هو اللي بيخمر معايا العجينة بعد نص ساعة بالزبط العجينة اختمرت وتضعف حجمها بالشكل ده هاخدها على الرخامة وهبطها من الخم ولفها على شكل رول وبإيديا كده هقطحها لكور صغيرة بالنسبة لحجم الكورة انا هاخدها ووزنها بالميزان انا هخليها 50 جرام يعني قدي اللمونة المتوسطة او الطمطماية الصغيرة ولو حابة تكبري حجمها عن كده معاكي من 50 جرام لحد 70 جرام وقب تجي اكور كل قطعة من العجينة وانت بتكوريها لازم تأفلي عليها من تحت كويس جدا لان وانت بتكوري العجينة بتعمل فجوة من تحت والفجوة دي ما بتخليش الرغيف يقب معاكي لان ساعة ما بتفريدي بتبقى الرقل في النص رؤياء جدا فلازم تأفلي عليها حلوة اوي شايفين الفكاكع الصغيرة دي اللي هي بتكون معبية هوا ده بيكون سببه ان احنا خدمنا العجينة كويس جدا وربينا لها عرق جبت صانية وحطت عليها كيسة مده انتهاش اي حاجة ورصت عليها الكور وسبت مسافة ما بينهم وغطتهم بباقي الكيسة وفوطة وسبتهم يرتاحوا حوالي 10 دقايق عشان لما اجي افرد العيش يتفرد معايا بكل سهولة قبل ما بنفرد العيش بنجيب حتة قماشة وبنفردها على خشبة كبيرة او صانية كبيرة او حتى على السرير عشان اول ما نفرد العيش نرص عليها ندخل على مرحلة الفرد اول حاجة برش رشة حلوة كده مندقيه طريش من الدقيق عشان الرغيف ما يجيرش معاك وبنجيب النشبة الصغنانة العصولة دي وبفرد بيها الرغيف ولا تخليه رؤية قوي ولا تخين قوي خلي سمكه متوسط لان ده بيكون سبب ان الرغيف ما بيقبش معاك ويكون مبلغ بمعنى لو الرغيف رؤية قوي عمره ما هيقب معاك ولو تخين ممكن يقب معاك بس يكون بصمك تخين زي ما انت حابة بس لازم تخليه بصمك متوسط وانو اكيد انت شايف الرغيف وانا بفرده بوريكي سمك كل واحد بفرده وباسم الله ما شاء الله العجينة زي الفل اهم حاجة انك ما تقطريش من الدقيق عشان الرغيف ما يجيرش معاك لو حابة ترقائي العجينة عن كده وتخليها بصمك رؤية يبقى كده عملنا العيش البلدي الفلاحي الطري لو لسه موجودين معايا لحد دلوقتي في الفيديو ما تنسوش تحط لايك وشير ودعواتكم الحلوة رصيت الكمية كلها على القماشة وكان فاضي الكم واحدة كده عملتها في الطبقة التانية وحغطيها بقماشة تانية وبعد كده دفاية واهم حاجة طريقة التخمير لازم العيش يختمر معاك كويس جدا لو العيش ما اختمرش معاك كويس جدا وتيجي تسويه هتلاقي الرقل تحت تخينة والرقل لفوق رؤية وده بيكون سببه طريقة التخمير احنا في فصل الشتاء وممكن العجين ياخد معاك وقت من ساعة لساعتين لكن لو في فصل السيف خلال نص ساعة بيكون اختمر معانا ندخل على طريقة التسوية وانا هسويه بطريقتين وكل طريقة اسهل من التانية بتجيب طاصة وبتحطيها على النار والنار بتكون متوسطة لا عالية قوي ولا هادية قوي واول ما تسخن معاك حط الرغيف في الطاصة واول ما يتشمع معاك يعني لونه كده يختلف اقلبه على الوش التاني ما تسبهوش يقب لوحده لان ممكن وهو بيقب يقف فيتحرق معاك من تحت اكيد شايفين وهو بيقب معانا انت ما تقلبهوش ولا تلمسي خال سبيل حد ما يقب نهائي امتى بقى تحركي حواركي في الرغيف اللي جاي بحط الرغيف التاني وانت بتحط الرغيف بأيديك براحة كده ولو ليك دوافر حاول تقصيها لان ممكن يخرم معاك العيش فما يقبش معاك اكيد شايفين الرغيف ده اول ما قب من الناحيتين وقف من الابابان فانت بتساعديه وبتقلي بيه على الوش التاني فبيتلاقيه يقب معاك بالشكل ده بمعنى يا امر لو الرغيف بيقب وتلاقيه وقف ومش عايز يقب تاني اقلي بيه على الوش التاني على طول حتلاقيه يقب معاك ويبقى زي الفل زي الرغيف ده كده شايفين هيبتدي ما يقبش معانا فحقلبه على الوش التاني وحتلاقيه اقب على طول وده بيكون شكله وكل الرغيف بسويه على الطاصة بكون فردة فوطة جنبي وبحط الرغيف وبغطيه وده بيكون شكله باسم الله ما شاء الله دي بتكون اول طريقة في التسوية حنشوف الطريقة التانية واسهل الطريقة ليكي استخدميها حتجيبي صانية وتحطيها على البتجاز من فوق واول ما تبتدي تسخن حتحط الرغيف يا ده بيتشمع بس ويعمل فقاكيع صغيرة زي ما انت شايف هتاخد الصانية على طول وتحطيها على الشبكة اللي في النص تحت الشواية يعني الشواية بس اللي بتكون مولعة ولو لقيت الصانية بعيدة عن الشواية حطي تحتها صانية زي ما انا حطت كده بالزبط هتلاقي العيش بيقب معاكي في ثواني الطريقة اللي انا قلتلك عليها دي مش هتخلي ولا رغيف معاكي يبلط او ما يقبش كل العيش هيقب معاكي حتى لو اتخرم منك هتلاقيه ارتفع معاكي وزي الفل بنحط الصانية على النار واول ما تسخن شوية بنحط الرغيف واول ما يعمل الفقاكيع دي باخد الصانية على طول وحطها تحت الشواية خلال دقايق هتخلص الكمية كلها ودي بتكون افضل طريقة لتسوية العيش او القرس الفلاحي او اي مغبوزات تقدر انك تعمليها انا بفضل الطريقة دي لحبيب اللي بيشتكوا ان هما ما بيقدرواش ان هما يساوي العيش في فرن البتو جاس وبكده جبتلك اسهل طريقتين لتسوية العيش وكده بقى ملكيش حجة وحتعملي العيش في البيت وحيقب معاكي بكل سهولة العيش يقمر بعد ما بسويه بكون فردة فوطة جنبي وبرصع عليه العيش وبغطيه لحد ما خلصي الكمية كلها وبسم الله ما شاء الله زي ما انتو شايفين العيش طري جدا جدا زي الملبن وحنشوف الرقل اللي فوق زي الرقل اللي تحت يعني خفيف جدا زي ورقة السجارة ولو حابة تفرزيه اول ما يهدى من السخنية عبيه في اكياس على قد اكلك وحطيه في الفريزر وتخرجيه من بالليل وبالفة هنا وشفة بشوية مية ودقيق وحبت ملح وسكر وعملنا احلى عيش هتاكل صابعك وراه وتعملي منه احلى سندة وتشايت اتمنى اكون قدرت ان انا فيدك ان العيش ازاي يقب معاك ويرتفع وما يباش مبربأ يعني الرقل اللي تحت تخينة والرقل اللي فوق رؤيا اهم حاجة تخدم العجينة كويس جدا وكمان طريقة التخمير لازم العيش يختمر كويس جدا بالنسبة للشتة هو بياخد وقت طويل لكن في الصيف بياخد وقت قصير والعيش لما يقب معاك في الطوصة وتلاقيه توقف من الابابان اقلي به على الوشتين ولما تيجي تسويه على الطوصة لازم تساعد الرغيف اول ما تلاقيه بيقب كده وتلاقيه يوقف ومش عايز يقب تاني لازم تقلي به على الوشتين حيقب معاك على طول واول ما تحط الرغيف على الطوصة لازم يتشمع بس وبعد كده تقلي به على الوشتين وبكده وضحت ليك ازاي العيش ينجح معاك ويرتفع بخطوات بسيطة وسهلة ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك كتير وشير عشان الفيديو يترفع والكل يشوفوا يستفاد من الوصفة وتشتركوا في القناة لو لست جداد على القناة ضمتم في حفظ الله ورعايته